السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري اللي بس عليكم كنت مني ان شاء الله يا ربي تكونوا باخر وعلى خير والفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي مرحبا بكم في شهيوات مينا اليوم ان شاء الله كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نشارك معاكم طريقة ديال تحضير هاد الحريشات الرائعين زوينين بزف بزف لا في المنظر ولا في الماداق كيجيو الديد وكيصبروا مدة طويلة هاقدت وجدوهم اللفطور ولا القوتي كيجيو غزالين انا بدوري غادي نشارك معاكم ان شاء الله جميع التفاصيل باش يجوكم ما كدر طبين من الداخل ومقرمشين شوية على برة وطبعا غادي نوريكم حتى الطريقة ديالهم ديال الطياب ديالهم في الفران ديالدو كنتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو تستفدو منه وكنتمنى لكم فرجة ممتعة نبدو على بركاتي لا بالنسبة للمكونات عدنا 400 جرام ديال تسميدة ديال البغرير او الحرشة مايو عادي تلسل كيسان ديال العنبا كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندي كاس ديال الحليب عادي بارد عندي نص كاس ديال زيت نباتية كاس ديال الكوك وعدنا نص كاس ديال سكر سكر خاشن او سكر سانيدة جوج بيضات عندنا رسم حلقة ديال خميرة الخبز جوج خمارة مجموعة ديال ومستاشل قرام وعندنا زبيب وهنايا عندنا باش غادي نسم واحد الليمون غادي ندير القشور ديالها والملحة طبعا صافي هنايا اخديت ديال 400 جرام ديال السكر سانيدة ونس كاس ديال زيت نباتية واحد الرشة معتبرة ديال الملح صافي وغادي نحك ديال القشور ديال الليمونة ممكن تعوضوا هاد القشور ديال الليمون الحامض بسكر فاني هتا هو مزين كيعطي ادك شي كيبقى اختياري صافي هنايا من بعد ما حكيت ديال الليمونة القشور دياله كيعطي واحد الماداق رائع في هاد الحريشات هادو غادي نبس بس دباء غادي نبس بس سميدة بالزيت للمبدأ ديال هاد المرحلة هو اننا خاص نحبيبات ديال السميدة كاملين يتلبسو لنا بهذاك الزيت اللي درنا يعني امتاز جمعة تمع هاداك السكر صافي هنايا غادي ندير ادوك جوج بيضات غادي نقسي البيض طبعا صافي وغادي نضيفهم من بعد دوك جوج بيضات غادي نضيف عندي ديك راس مع القدية الخميرة الخبز ها هو وقت لاحظو اضفته دابا وغادي نضيف داك الكاس عندي ديال الحليب ممكن كاس الحليب تعاوضوا بكاس ديال البرتقال وغادي نضيف ديال الكوك بالنسبة الكوك يكون نوع الميد دم ما يكونش داك اللي حرش وغادي نضيف اللي بقالية من المكونات وما ديك جوجوش خمارات للمجموع ديال مستشت قرام انا ان شاء الله غادي نخلي لكم المقادر في صندوق الوصف وطبعا داك الزبيب كيبقى اختياري ولكن راك يحدث واحد الفرق في الماداق كيجي الماداق رائع ديالهم بالزبيب ومعادق قشور ديال الليمون الحامض صافي هنا يا لبنات انا في الايامات العادية في هاد المرحلة راك نخدم بالايد ديالي ولكن مع البرد والله لازع ما مقدي ماشي مقديتش عير سباتولة كافية الغرض عير نتومه في المرحلة الاولى لكن اول مرة غادي نتحضروهم حاولو تبس بس سميدة بيديكم باش تلبس كاملة بالزيت انا تحكمت فيها بسباتول وهاد المرحلة الثانية ممكن تخدموها بايد ديكم انا قلت لكم في الصيف او لاشي حاجة كنخدم عير بايد دي هاني ازع ما تعل ايد مزيانة ولكن ده بقى انا يا بنتي تخدمت ليه بسباتول كيبقى اختياري بالنسبة لكم صافي كيف ما رحت تحركت المكونات كاملين او خلطتم وغد نخلى على جنب مغدش نخلى مدة طويلة تقريبا واحد العشرة ديال بقايق عير تشرب لي السميدة فقط هاني اخديت التبصيل درت فيه الكوك ذاك اللي خدمت به درت واحد الكمية ديال الكوك وكمية ديال السميدة يعني نفس الكمية كتديروا لقد مشي مشكلة حين تلابقى لكم في الاخر غادي تديروا في واحد البلاستيكة وخليوا في تلاجة الوقت اللي صيبتوا هاد الحريشة راك تعودوا تخدموه بي شوفوا معايا البنات من بعد ما خليتوا عشرة ديال دقايق الخالط هاوي يعني كيشرب متخدموش بالخالط مباشرة حيث كيكون خفيف بزاف صافي هنايا بالنسبة لهاد المرحلة هادي راك تكون الحريشات ديالنا راك يكونوا شدوا شوية فراسهم ماشي بحل كيف خلطناهم في الاول صافي هنايا باش تتعاونوا ايديكم البنات انا متوفرش عندي ماء الظهر ديروا ماء الظهر توقع تلما داقزوين وخصوصا اللي درتوا النسمة ديالة قشور ديال ليمون الحامد درتوها بسكر فاني وقد ديروا في هاد المرحلة بماء الظهر وفيهم ذك الزبيب او شنو كيقولولي العنب المجفف كيجي الماداقة انا كنعطيكم الماداقات باش تتقدوا باش يجيكم ماداق زوين لا بغيتوا يعني شي كيبقى اختياري بالنسبة لكم صافي هنا يكف مقتلكم استعنوا انتم بماء الظهر انا متوفرش عندي يعني حاولت وخشوية محنتني ولكن حاولت اني نخدمها عير هاكك يعني ما ديروش الماء العادي حينت غادي تقصاح لكم ما غاديش جيزوينا يعني ما دوزوش ايدكم في الماء اما خدموها كده يا ناشف اما ديرو ماء الظهر صافي هنا يكف مقتلاحظوا معايا من بعد ما كورت تقريبا انا شير بعض القوائرات صافي هنا يكنا بقاو نحربلوها مزيان في هادك السميدة والكوك كنبقاو على هاد شكل هذا ضروري البنات الكوك باش تجيكم ناتجة يعني مزيانة سيروا ما تاخدوش الكوك اللي كيتباع في المحلات تجارية الكبرى راك يكون الكوك يكون ناشف من الافضل خدوه من عند العطار اللي كتقدو من عنده واكدوا عليه واش الكوك ميددم باش تنجح لكم الوصفة ما نبغيكمش تضيعوا المقادير والكوك يكون مهواش صافي هنا يا لاحظوا معايا كنبقا نحرب الكوائرات ديالي على هاد شكل هذا يا اما وكينا مرحلة ماشي مرحلة كينا طريقة اخرى انكم الكوائر اللي كورتوها تخدموها في نفس الوقت في السميدة والكوك وتحطوها في الطاوة ديالكم بالنسبة لي البنات في هاد الوقت هادير الفران ممشي عليها شي سخن حينتاش بغيت نخلي الحريشات ديالي يبقاو على برة يعني قبل ما ندخلو من الفرن خليتهم واحد تقريبا واحد اربع ساعة خمستاش دقيقة يعني سر نجاح هاد الحريشات هادو وانكم قبل ما طيبو ممكن تخليوهم واحد شوية يرتاحو عادة شعلو الفران يعني قولو خليوهم واحد خمستاش دقيقة عادة شعلو الفران واحد الخمسة ديالي دقيق حتي يسخن مزيان عير من الفوق فقط بلا محتاجو تشعلو من الاسفل صافي عادة بدو ان شاء الله نطيبوهم صافي هنا البنات لاحظوا معي هنا را خليتهم لاحظوا كيف الشكل ديالهم تبدل هنا را خليتهم خمستاش دقيقة عادة قد ينتيهم الفران اللي كنت صخنتوا قبل كيف ما قلت ليكم بالنسبة للطبقة اللي كنحطو فيها كنحسبو من الاسفل الولة التانية التالتة طبقة التالتة طبقة التالتة من الاسفل وكت هنا يا كنت نسيت كنت شعلت الاسفل والفوق ولكن طفيت الاسفل وخليت عير الفوق هو اللي يشعل كيف ما كتلاحظوا معي الاسفل را طافي صافي وكنخليوهم يتحمرو في بلاستهم من بعد ما كيتشقوه كيتحمرو كننزلوهم للأسفل وكنخليوهم يتحمروا من تحت ديالهم صافرة هم مواجدين أولا كنردوا ليهم البالة لبنات في الفران لا يتحرقوا ليكم ولا شي حاجة مرة مرة طلوا عليهم باش ما يتخطفوش لكم في الطياب كيف ما كنأكد عليكم البنات اللي عندهم فران في حال ديالي ديروها في الطبقة الثالثة من الأسفل حسبوا واحد زوج ثلاثة حطوا الحريشة تشعلوا عير من الفوق فقط تيتشقوا ويتحمروا من الفوق عادوا حطوهم في الأسفل أنا كنأكد صافية البنات هنايا من بعد ما طابوا كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي شكل ديالهم رائع زوينين بزاف بزاف وما نقول لكم كيفاش كيجيوش حرطبين من الداخل وخصصا دك الزبيب ودك قشور ديال الليمون كيعطوهم واحد النسمة هم ممكن تلعبوا بالنسبة ديالهم كيف ما بغيتوا كيف ما قلت لكم حتى ما الظهر كيجيته هويا مزيان فاش كنفندوهم فيه هنايا هاد الحريشات تجربنات خليت اللون ديالهم شوية باهت صرحة على حسب الضوء ديالكم بالنسبة لي أنا كيعجبوني هاكد على هاد شكل كنبغيهم هاكد يكونوا محمرين أكتر أنا هنا بش رضي الأضواق رها ممكن تخليهم على هاد شكل هاد يجي اللون ديالهم مذهب أكتر وممكن تخليهم شوية عصفرين باتين أما من الداخل را كتجي نفس النتيجة عرادو كيجوا مقرمشين أكتر من على برا هاد شي كيبقى اختياري اختيار بالنسبة ليكم كيفاش طريقة باش تطيبوهم وطريقة ديال تحمر ديالهم كانت منه ان شاء الله يعجبكم فيديو تكونوا استفتوا منه وما سخيتش بكم كيف ديما ونتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة